إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان ونحن سعداء بالتواصل معكم في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا برنامجنا مقرأة الإمام نافع هذا البرنامج الذي نخدم به شريحة كبيرة من المسلمين الذين يقرؤون القرآن برواية ورش عن نافع أو برواية قالون عن نافع وهذا البرنامج ونحن نعيد عليكم شكله ومضمونه حتى تكونوا على علم وخصوصا أننا في الحلقة الثانية منه هذا البرنامج سيكون إن شاء الله تعالى على ثلاثة أقسام يعني الثلث الأول من الحلقة يكون فيه تلاوة لمقدار من القرآن الكريم والتعليق على بعض ما فيها من الأحكام والثلث الثاني من الحلقة يكون لدينا درس علمي نخدم به جانبا من الجوانب العلمية المتعلقة برواية ورش عن نافع الثلث الثالث نستقبل به اتصالاتكم ونعرض فيه بعض المشاركات التي جاءتنا عن طريق الواتساب وإن شاء الله يكون في هذا البرنامج منفع لمن شاهده سوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس الذي نقدمه عبارة عن معلومات يسيرة تنظم مع بعضها البعض سلسلة من المعلومات التي تشكل تصورا جيدا عن أصول رواية ورش عن نافع نرحب بالمشاركات برواية ورش وبرواية قالون سنشير أحيانا إلى بعض ما يتعلق برواية قالون من خلال المتصلين لكن الأساس العلمي الذي تنبني عليه الحلقات هو رواية ورش عن نافع حياكم الله وبياكم في أي وقت أيها الإخوة الكرام نبدأ إن شاء الله تعالى تلاوتنا في هذه الحلقة من أول سورة العصر وننتهي إلى سورة الكوثر خذوا مصاحفكم واستعينوا بالله تقبل الله منا ومنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر صدق الله أيها الإخوة والأخوات استمعنا معا إلى هذه السور المباركات ونعلق قليلا على بعض ما ورد فيها من أمور تحتاج إلى تنبه أول ما بدأنا بسورة العصر وطبعا نلاحظ أكيد يعني من يتابعوننا ممن يقرؤونها برواية حفص شعروا بشيء مختلف عندما قرأنا والعصر إن الإنسان لفي خسر كذا نقرأ في رواية حفص إنما من يقرأ برواية ورش والعصر إن الإنسان لفي خسر آية واحدة وهذا الأمر متعلق بعلم عدي الآية أو علم الفواصل وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم قليلا عن هذا الأمر في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى تتتابع إن شاء الله الحلقات وتأتي المعلومات بهدوء فعندنا والعصر إن الإنسان لفي خسر آية واحدة أما من يقرؤون برواية حفص فعندهم والعصر رأس آية إن الإنسان لفي خسر رأس آية أخرى إذن عدد الآيات ممكن تزيد أو تنقص من عالم عدد إلى عالم عدد آخر إلا أن النص القرآني المعدود كلماته المعدود آياته هو هو لا يختلف فيه يعني قديم ولا حديث ولا متقدم ولا متأخر نفس النص سورة العصر هي هذه الكلمات نحط محطة بعد الآية الأولى نعتبرها محطة نحط محطة في أول الطريق محطة في منتصف الطريق في آخر الطريق طول الطريق لن يتغير بتعدد المحطات التي فيه فرؤوس الآي زادت أو قلت تغيرت أماكنها لا تغير في نظمي وكلمات القرآن شيئا يعني يأتي واحد ويقول كيف سورة كذا ست آيات عند ناس وخمس آيات عند ناس آخرين مثلا يعني لا ليست ستة عند ناس وخمسة عند ناس يعني ناس زودوا آية ونس نقصوها لا هذا ليس لأحد أبدا أن يفعله لكن اختلف علماء العدد هل هنا رأس آية أم لا نعدها على نسق نذكره إن شاء الله أو نذكر يعني طرفا عنه فيما بعد بعد أن نشرح أحكام ورش إن شاء الله تبارك وتعالى نفس الذي حدث فيه والعصري إن الإنسان لفي خسر أيضا فيه وتواصوا بالحق هذا رأس آية وتواصوا بالصبر رأس آية أخرى وكذلك وجدنا هذا الأمر في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع آية وآمنهم من خوف آية أخرى وهكذا على كل حال هذا الأمر إن شاء الله سنعتاد عليه مع الحلقات لكن عشان لما الناس تنظر وترى أنه عدد الآيات يختلف أماكنه أو عدده الإجمالي أو ما شابه لا يظنون أن هذا خطأ في المصاحف هذا صحيح وليس فيه إشكال بل منسوب معظمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب بالنسبة لي سورة العصر أيضا أيضا نحب أن ننبها إلى بعض الأخطاء في النطق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا في ناس تقرأ وتواصوا طا طواصوا هكذا ما ينفعش هذا لا يصح التاء مرققة لكن نعم الصاد مفخمة فما علاقة الصاد بهذه التاء تؤثر عليها وتضيع لنا رونقها وشخصيتها التاء لها شخصية خاصة والصاد لها شخصيتها الأخرى نعم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عندنا أيضا سورة الهمزة وسورة الهمزة فيها من الأمور التي ينبغي العناية بها الوقف على الهاءات ويل لكل همزة اللمزه الذي جمع مالا وعدده أخلده الحطمه إلى آخره فبعض الناس عندما يقرأ لا يكاد يأتي بهذه الهاءات يقول ويل لكل همزة اللمزه زه هكذا زه زه أين الهاء أيها القارئ آية الأخت أين الهاء انتبهوا برك الله فيكم إلى هذه الأشياء فالقارئ الماهر لا يقع في هذه الأخطاء ومن يبحث عن المهارة يعتني بهذه الجوانب الدقيقة مما ورد معنا أيضا في هذه السورة وما أدريك ما الحطمه وهذه الرأة تقلل ويعتنى بذلك في أثناء التلاوة ولا نزيد المقدار أدري ري هكذا كثير أدري ري هذا هو التقليل وسوف نشرح التقليل ومواضعه وأحكامه بإذن الله عندما نأتي على هذا الباب في دروسنا التعليمية في سورة الفيل عندنا الآية الثانية ألم يجعل كيدهم في تضليل حرف الضاد جاء بعده لام وهنا يحتاج إلى عناية من القارئ أي أن كان يقرأ بحفص أو ورش أو قالون أو الدور أو أي رواية من الروايات الضاد تحتاج إلى أن تضبط بشكل صحيح أض أض هكذا تنطق الضاد نلصق اللسان في الحنك الأعلى بما يحاذي الأدراس إذن حافتاء اللسان مع ما يحاذيها من الأدراس العليا هذا هو موضع خروج الضاد طيب ما هو الإشكال ممكن ناس تقول ألم يجعل كيدهم في تضليل تضليل يقلبونها إلى ضاء وهذا خطأ ومن الناس ممكن من يجعلها مثل الطاء يقول في تضليل تضليل هكذا لا يصلح يا جماعة فالضاد مع اللام الضاد مخرجها قريب من اللام فاللسان يعبث كثيرا في هذه الأشياء ويحتاج إلى أن نملكه جيدا حتى لا نقع في هذه الأمور نكتفي بهذا في سورة الفيل عندنا أيضا في سورة قريش في سورة قريش حفظكم الله وأكرمكم عندنا لو تلاحظون انظروا في الآية الثانية وإن أمكن إظهار هذه السورة على الشاشة أخي الفاضل المخرج الآية الثانية إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف إيلا فيهم لو نظرتم بدقة إلى النص المكتوب برواية ورش تجدون هذه الياء مكتوبة بدقة القلم بقلم دقيق ليست بسمك القلم المعتاد وذلك لأن هذه الياء مضافة من علم الضبط وإلا فلو نظرنا إلى مصحف برواية حفظ مثلا سنعلم أن هذه الياء ياء زائدة يعني ليست في صلب كتابة المصحف بالقلم العريض وإنما ياء مرسومة صغيرة مردودة إلى خلف هذه عبر عنها بهذا القلم الدقيق وهذا جائز بلا شك المهم أنها ليست من الرسم نأتي إلى سورة الماعون ونعلق قليلا على بعض الأحكام أول كلمة في سورة الماعون أرايت الذي يكذب بالدين هذه الكلمة فيها وجهان أرايت الذي بهمزة مسهلة أو أرايت الذي بهذه الطريقة فنحن نبدل الهمزة الثانية التي بعد الرأ نبدلها إلى ألف طويلة المد فهذا يعني الوجه الثاني إذا وقفنا يتعين فقط وجه واحد وهو التسهيل لاحظوا كلمة أرايت الذي يكذب بالدين على الشاشة تجدون أنها رسمت أو ضبطت يعني على الوجه الثاني الذي هو المد نعم في هذه السورة أيضا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نفس الكلام الذي ذكرناه في أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والكلام الذي قلناه والعصر إن الإنسان لفي خسر نفس الكلام يراءون ويمنعون الماعون تجدونها مكتوبة آية واحدة آية واحدة وهذا على العدد الذي اعتمد في هذا المصحف الشريف طبعا يعني العدد الذي اعتمد في هذا المصحف الشريف هو المصحف الذي نصوره لكم ويظهر على الشاشة في أثناء التلاوات مصحف المدينة النبوية واتبع في عد آياته طريقة العدد المدني الأخير العدد المدني الأخير على كل حال هذه هي الملاحظات التي وددنا التنبيه عليها في سورة الماعون معنا أيضا سورة الكوثر ويراعى في هذه السورة تفخيم الراء في حالة الوقف وبيانها فنقول إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ أَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نبين الراءات عند الوقف ولا نطول زمنها وهذا يعني نادر ولا نقطعها ونبترها فلا نقول الكوثر وَتَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ هكذا لا يصلح إنما نعطيها زمنها الكافي الكوثر وَانْحَرْ لَبْتَرْ وهكذا بارك الله فيكم ووفقكم طيب هذه الملاحظات إن شاء الله في هذه الصفحتين كافية نأخذ فاصلا ثم نعود إلى الدرس العلمي إن شاء الله فانتظرونا نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات من جديد فحي هلا بكم اليوم إن شاء الله تعالى نحب أن نتكلم قليلا عن صاحب هذه القراءة وصاحب هذه الرواية فنتكلم قليلا عن الإمام نافع ونتكلم قليلا عن الإمام ورش رحمهما الله رحمة الأبرار أما نافع رحمه الله فاسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم وكنيته أبو رويم ليثي مدني وأصله من أصبهان وأصبهان من أشرف المدن الفارسية كان أسود اللون حالكة سبحان الله ولكنه كان كما يعبرون عنه من أصبح الناس وجها ونحن نرى ذلك في بعض إخواننا الكرام تجد سبحان الله البشر سوداء ولكن الوجه صبيح جدا وفيه نور وكذلك كان الإمام نافع رحمه الله رحمة واسعة ولد في سنة سبعين من الهجرة النبوية الشريفة وكان رحمه الله تعالى يعني يعد من الطبق الثالث بعد الصحابة كان نافع رحمه الله رحمة واسعة إمام أهل المدينة طبعا كان طيب الخلق يذكرون عنه طيب المعشر وحسن الخلق يعني عاشره الناس عشرات السنين فما ذكروا عنه إلا ذلك وهكذا سمة حامل القرآن وأهل القرآن لابد أن يكونوا كذلك لابد أن يتسم بالتواضع وطيب الخلق ولأنه معلم للناس فلابد أن يكون صبورا وأن يكون هينا لينا وأن يكون هادئا لا ينبغي إذا أساء إليه أحد أن يعود هذا السوء على نفسه بالانتقام من ذلك وإنما ينبغي أن يعتبر ذلك المسيء مسكينا يحتاج إلى شيء من التأديب ويحمد الله أن أدبه بهذا الأدب الذي حرم منه غيره ثم يوصل هذا الأدب بطريق لائق ومناسب إلى هؤلاء الناس كان رحمه الله تعالى فيه دعابة الإمام نافع يعني ظريف خفيف الدم يعني رحمه الله رحمة واسعة ويروى عن الإمام نافع أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فعجب الناس من ذلك وسألوه كيف يعني هل تطيب قال لا أمس طيبا ولا أقرب طيبا ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القرآن فمن ذلك الوقت فمن ذلك الوقت تشم من في هذه الرائحة سبحان الله العظيم يعني الرجل له مناقب عظيمة وكما يقولون الاستقامة عين الكرامة الاستقامة عين الكرامة فالإمام نافع رحمه الله أما الناس في المسجد النبوي ستين سنة ستين سنة وهو إمام الناس وكان رحمه الله تعالى قد قرأ على سبعين من التابعين فمنهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج والأعرج من كبار العلماء ومن كبار القراء صاحب أبي هريرة رضي الله عنه وقرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة في زمانه رحمه الله أحد القراء العشرة وقرأ على شيبة بن نصاح ومسلم بن جندب الهذل ويزيد بن رومان وقرأ هؤلاء على أصحاب أبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة وكان يقرأ على هذا العدد الكبير من التابعين سبعين من التابعين فمن فرد به واحد ترك هذا الشيء الذي انفرد به قرأ هذه الكلمة بهذه القراءة على مجموعة وواحد فقط انفرد يترك هذا الانفراد ولذلك اختار قراءته من مجموع ما رواه عن هؤلاء السبعين وكان رحمه الله تعالى من رواة الحديث حدث عن نافع مولى بن عمر وحدث عن الأعرج وعن غيرهم من العلماء وتوفي رحمه الله تعالى في المدينة في سنة 169 من الهجرة يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا أو بعد ذلك بقليل ف169 من الهجرة ولما حضرته الوفاة قال له أبناؤه أو صنا فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الناس عاشت مع القرآن لا بد أن تموت على القرآن سبحان الله العظيم وكان الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول قراءة نافع سنة ليه؟ ليه قراءة نافع سنة؟ يعني أن القراءة التي اشتهرت في المدينة وانتفع الناس بها ورووها وأجمعوا عليها هي قراءة نافع وكان الإمام مالك يعتد بعمل أهل المدينة فلذلك يقول قراءة نافع سنة يعني سنة أهل المدينة وسئل الإمام أحمد أي القراءات أحب إليك؟ قال قراءة نافع قيل فإن لم يكن قال فقراءة عاصم فرحمهم الله تعالى أجمعين من الرواة الذين رووا عن نافع قالون وورش أما قالون فكان صاحب نافع ومكث معه في المدينة وقرأ عليه يعني ما لا يحصى من الختمات لا يقدر بعدد وتصدر في زمان نافع وأخذ عنه علما كثيرا وأما ورش رحمه الله وهو الذي نريد أن نذكره فهو عثمان بن سعيد بن عبد الله وكنيته أبو سعيد القبطي المصري رحل من مصر وجاء من مصر فهو مصري رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع ولقبه نافع بورش وسيأتي لنا بيان ذلك ولد سنة 110 من الهجرة في مصر وكان في أول أمره رئاسا فلقب بالرواس وكان رحمه الله تعالى له عناية بالقرآن وله عناية بالعربية فصار يعني ماهرا بهذه العلوم وبعد ذلك رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع سنة 155 من الهجرة فهو في العشر الرابع من عمره وكان رحمه الله تعالى قد ذهب إلى نافع وسأحكي لكم قصة ذلك خرج رحمه الله وهو الذي يحكي القصة وتروى عنه أنه خرج من مصر ليقرأ على نافع في المدينة طبعا نافع مشهور الفضل وكذا ويطمح إليه كل طالب علم فذهب يحب أن يقرأ على نافع رحمه الله تعالى فذهب إلى المدينة غرضوه من هذه الزيارة لا التجارة ولا الحج ولا أي شيء من هذا القبيل وإنما أراد فقط أن يقرأ على الإمام نافع رحمه الله تعالى عليه فلما ذهب إلى المدينة وجد أن القراءة على الإمام نافع صعب جدا وأنها فوق الطاقة وأن ذلك يعني ليس بسهولة عدد الذين يقرؤون على النافع لا يحصى ونافع يقرأ الناس في كل يعني يقرأهم ثلاثين آية ثلاثين آية فإذا قرأ في كل يوم ثلاثين آية احسبوا الثلاثين آية ونحتاج إلى ستة آلاف شوية يعني عمر يحتاج إلى أن يجلسه وهو جاء من مصر ليقرأ على نافع فعندما رأى الوضع على ما هو عليه سأل عن أكبر الناس عند الإمام نافع من الذي يعني له قيمة كده نفسية عند الإمام نافع ويجله ويمشيل كلامه فقال له كبير الجعفريين فذهب إلى كبير الجعفريين وسأل عنه فخرج له رجل شيخ كبير فقال له أنا جئت إلى مصر للقراءة على نافع فيعني أنظر لم أصل إليه وأخبرت أنك من أصدق الناس له يعني صديق حميم وصديق مقرب منه فأرجو أن تكون الوسيلة لي إليه فقال نعم حبا وكراما وأخذ يعني رداءه وانطلق إلى الإمام النافع رحمه الله فجاء وقال له هذا يريد أن يقرأ عليه قال له ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار شوف الزحمة يعني أقدم واحد جاء يعني والقوم ينتظرون الأعمار الطويلة فقال له احتل له يعني أنا مش شغلي هذا يعني جاء واتخذني وسيلة توسل بي وأنا وافقت تصرف في هذا الموضوع ودبر له الوقت فقال له قال نافع لورش أتحسن أنت بيت في المسجد قال نعم أبيت ليلة فبات في المسجد فلما جاء الإمام نافع بعد الصلاة بعد الفجر قال له قال ما فعل الغريب فقال ها أنا رحمك الله فعلم قال له أبيت في المسجد قال نعم بيت في المسجد فما دام بات في المسجد فهو أول الناس فجلس يقرأ على الإمام نافع رحمه الله تعالى ورش كان جميل الصوت حسن الأداء رائع إذا قرأ يعني يطرب له من يسمع يأخذ بالألباب في ناس كده سبحان الله فكان ورش رحمه الله كذلك وكان مده طويلا كما ترون يعني ست حركات ما شاء الله فلما قرأ ملأ صوته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عجبت من جمال هذه التلاوة فقرأ ثلاثين آية فأشار له نافع أن أسكت فسكت ثلاثين هذا المنهج هذا النظام فمن جمال قراءته قام أحد الذين يقرؤون على الإمام نافع فقال له يا معلم أعزك الله نحن معك وهذا غريب فأنا وهبته عشر آيات فوهبه عشرا فقرأ عشر آيات وقام له الناس حتى قرأ على نافع كمية كبيرة وختم عليه أربع ختمات في زمن وجيز ورحل إلى مصر يعلم الناس حتى انتفع الناس به وكان ممن تلقى عنه الأزرق والأصبهاني ونحن الأزرق اللي هو يوسف بن عمر بن يسار رحمه الله وهو الطريق الذي نأخذ به من رواية ورش كان رحمه الله أبيض وجميلا ولذلك سمي ورش لأن ورشا طائر أبيض وجميل وكان رحمه الله تعالى قد توفي في الوجه القبل من أرض الصعيد بمصر في سنة 197 من الهجرة النبوية الشريفة هذا موضوع درسنا اليوم ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم لنستمع إلى بعض التلاوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون حياكم الله مرة أخرى استمعنا إلى هذه التلاوة في هذا الفاصل من القارئ الشيخ إسماعيل نورولي جزاه الله خيرا وشكر له ويعني التلاوة واضح عليها الإتقان والمهارة وما شاء الله قراءة تعليمية جميلة لا أجد عليها شيئا يذكر إن ضبطت بأصول رواية ورش عن نافع فشكر الله له وجزاه الله خيرا نأخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب معنا مشاركة جاهزة طيب فعلى ما تجهز المشاركة يتاح لكم أيها الإخوة والأخوات المشاركة معنا في هذا البرنامج إما بالاتصال على الهواء مباشرة مثل الآن أو عن طريق إرسال مقاطع مسجلة إلى تطبيق الواتساب إلى الرقم الذي يعلن ويظهر دائما على الشاشة وتظهر أمامكم الأرقام من حين إلى آخر كما ترونها تستطيعون الاتصال مباشرة أو إرسال مقاطع مسجلة بالصوت أو بالصورة ونحن نستقبل الاتصالات في الثلث الثالث من البرنامج يعني الآن يستطيع أي أحد أن يتصل فحي الله الجميع معنا المشاركة جاهزة طيب نسمع المشاركة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام لها والله سميع عليم طيب هذه المشاركة من أخينا الكريم عبد الباري من الجزائر أخي الحبيب أنبه إلى أمر دقيق وشائع يعني هو دقيق ووشائع زمن المد مقدار المد عندما بدأت فقلت لا إكراها في الدين لا إكراها دتها أربع حركات فقط مع أن الأزرق عن ورش يمد هذه الألفات المدود المنفصلة والمتصلة ست حركات فطول مدك أخي الكريم قليلا وقل لا إكراها في الدين هكذا لا إكراها في الدين ست حركات تحتاج إلى طول نوعا ما ويعني نعم المد طويل ولكن هذه هي الرواية وهذا هو الطريق الذي نقرأ منه أيضا عندما قرأت فقد استمسك بالعروة الوثقى فتحت الألف وهذا جائز عند ورش إذا كان يقصر المد مد البدل وإذا كان كذلك يطوله فهذا صحيح ولا إشكال فيه نعم أنا أعلم أنك تدرك ذلك لكن عندنا متابعون يتابعون برواية حفص فهذه المعلومات تفيدهم إن شاء الله تعالى في أخذ تصور عن الرواية ثم إتقان هذه الرواية بعد ذلك فنحن نخاطم في هذا البرنامج جمهور رواية ورشع النافع وقالون نستقبل منهم وأيضا سيستفيد من هذه الحلقات بقية من يقرؤون بغير رواية ورش معنى اتصال من صادق من السودان تفضل انقطع الاتصال طيب معنا مشاركة من الواتس جاهزة طيب نستمع إلى المشاركة الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نعم بارك الله فيك أخي أحمد عامر من الكويت عندنا أكرمك الله يعني التلاوة ما شاء الله جميلة وحسنة وهذا أول فيديو نعرضه من المشاركات فأهلا بك وبكل المشاركين وحي الله أهل الكويت عندنا في التلاوة المتقنة ملاحظة دقيقة في التلاوة أخي الكريم يوجد عندنا غنة تدخل في حروف ولا يجوز دخولها في حروف أخرى فالغنة الصوت الذي يخرج من الأنف يدخل في النون والميم وفي الواوي ولياء إذا كان فيها إضغام بغنة أما غير ذلك فلا يوجد فالذي سمعته أنت تقول يراءون يوجد هناك غنة من الأف ويمنعون الماعون الأنف يعمل كثيرا وهذا أمر لا ينبغي يعني في التلاوة لا ينبغي أن يفعله البتقن بارك الله فيك وجزاك خيرا أما ما عدى ذلك فتلاوة حسنة وطيبة وجميلة شكر الله لك وجزاك الله خيرا معنا مشاركة أخرى من الواتس طيب أريد أن أعلق على أمر وأرجو أن يسعني الوقت إن شاء الله تعالى للتعليق عليه هو بعض ظواهر الضبط التي ترونها في الآيات التي تظهر على الشاشة يعني إحنا متعودين أن الفاء لها نقطة وأن القاف لها نقطتان مثلا النون لها نقطة فنجد أنه بعض هذه القواعد التي نعرفها طيلة عمرنا ليست موجودة في هذا المصحف الذي نعرضه فما هذا خطأ أم صواب الذي نراه يعني فيه لبس أو سهو أو شيء من هذا القبيل أم إنه جيد في الواقع أيها الأكارم علامات ونقط علامات الضبط ونقط الحروف أمر اجتهادي لم يكن أصلا في كتابة العرب في أول الكتابة ونشأ في القرن الثاني والقرن الثالث تقريبا في القرن الثاني نشأ الأمر أواخر الأول وأوائل الثاني واستقرت هذه القواعد في أواخر قرن الثاني وأوائل الثالث على يد الخليل بن أحمد المهم أن هذه المسائل فيها وجهات نظر فالنقط إضافة على الحروف لم تكن موجودة فيوجد تحفظ على هذه الإضافة طبعا في ذلك الوقت منذ ألف ومائتين وخمسين أو ألف وثلاثمائة عام فكان هناك تحفظ من بعض العلماء على هذه الإضافات نضيف أم نضيف في أضيق الحدود أم لا نضيف أصلا فقالوا مثلا أن حروف كلمة ينفق الياء والنون والفاء والقاف إذا وقعت في آخر الكلمة فإنها لا تلتبس بغيرها وبالتالي لا نحتاج إلى نقطتها تمام؟ فهذا مثلا يعني إن شاء الله احنا في كل حلقة سنذكر بعضا من هذه الفوائد فبمجموعها يعني يكون في تصور جيد بإذن الله معنى اتصال من المغرب نأخذه من محمد تفضل أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيكم الله وشيخنا الله يحييكم وأهلا وسهلا تارك الله فيكم ورحمة الله وخير على هذه المشاركة الله يسلمكم وإياكم سيدي الكريم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض بلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره يا الله أكرمك الله شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم الشيخ محمد وأعلق على تلوتك بأمرين بالنسبة في سورة الفاتحة إهدنا الصراطة النون ترقق ولا تفخم لعدها صاد فتنبه لا تقول إهدنا نصصراطنا إهدنا رقق النون إهدنا الصراطة ولا الضالين الضاد تحتاج إلى أن تملأ بها الفم حرف إطباق واستعلاء فهذا يحتاج إلى أن يبالغ في توضيح ذلك طبعا يبالغ أكثر مما فعلت ما عدا ذلك التلاوة جيدة ومتقنة وحسنة وصوت جميل ولو كنت إماما لجئت وصليت خلفك أكرمك الله وجزاك خيرا أيها الإخوة والأخوات على هذا المقدار نتوقف اليوم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامجكم مقرأة الإمام نافع نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لِأَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ترجمة نانسي قنقر